من الخرطن تنم إلينا مرسلة الغد عفراء فرح الرحمن عفراء يعني مع تواصل هذه الاشتباكات وارتفاع عدد القتلى والمصابين ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الأحداث؟ مساء الخير سينار الأحداث في ولاد غرب دارفور أو في الجنينة هي أحداث تماما تشبه الحمامة البركانية إذ أنها تخمد ثم تطفو على السطح في أحيان أخرى هذه الأحداث مردها إلى بعض الصراعات القبلية والإثنية القديمة الموجودة تحديدا في مدينة الجنينة بين العرب والمساليت أضاف لهذا الأمر ولي ولاية غرب دارفور في مؤتمره الصحفي في وكالة الأنباء السودانية أن بعض الماليشيات المسلحة العابرة للحدود وحدد دولتي تشاد وليبيا أتت أيضا للنهب والسلب وتحدث عن قبائل لم يسمها أنها كانت مسلحة ومدججة بالأسلحة من النظام السابق نظام عمر البشير ثم تحدث والي غرب دارفور بأن مواطن الجنينة الآن يعاني من الذخائر ومن طلقات النار الحية من جميع الاتجاهات أيضا تحدث عن أن الأطباء يواجهون أوضاع مزرية إذ أنهم في تنقلاتهم ما بين إنقاذ الأرواح وما بين المشفى والثكنات الأطباء يواجهون الرصاص الحي عن عمد وأيضا يواجهون الضرب وعمليات السلب والنهب المتعمدة وتحدث أيضا عن نقص غذائي في مدينة الجنينة تحديدا في القمح وفي الخضروات واليوم تحدث أطباء غرب دارفور في بيانهم الذي أدرجوا فيه المزيد من حالات الشهداء وحالات الجرحة أن هناك العديد من الحالات الحارة أو الحالات الحارجة وصفوها أو عددوها بثمان وعشرين حالة هي بحاجة إلى جراحات عظام عاجلة وهناك أيضا ثمانية عشر حالة هي تحتاج إلى جراحة مخ وأحصاب عاجلة وتسعة حالات تحتاج إلى جراحات تجميلية هم خاطبوا أيضا حكومة المركز بضرورة إجلاء المرضى حتى يتلقوا الرعاية التامة في الخرطوم أو إرسال أطباء ومعدات طبية كافية ولازمة من أجل إجراء هذه الجراحات هناك في مدينة الجنينة تحدث أيضا والي ولاية غرب دارفور عن العديد من الفجوات بين حكومة المركز وحكومة ولاية غرب دارفور وأجمل هذا الأمر في أن مواطن الجنينة أو مواطن غرب دارفور يشعر بغبن عميق من ناحية الحكومة الانتقالية إذ أنها أهملته لأن حكومة الفترة الانتقالية قد تعهدت بتوفير قوات أمنية تسد الفراغ الأمني الذي سوف يحدث بعد الإجلاء التام لبحثة يوناميد من السودان هذا أولا ثانيا حكومة الفترة الانتقالية قد وقعت اتفاقية سلام جبا في الثالث من أكتوبر الماضي وهذا الأمر كان عظيما إلا أن بند الترتيبات الأمنية لم يحقق ولم يتنزل على أرض الواقع حتى الآن وهذا البند هو الذي يضمن سلامة المواطن في ولايات دارفور قاطبة وأيضا في جميع أنحاء السودان ولغرب دارفور تحدث عن أن هذا الاحتداء هو احتداء خارجي ولكن دون علم الحكومة تاتشاد وكذلك دون علم حكومة ليبيا وذلك لأن هذه الماليشيات تهدف في المقام الأول للسلب والنهب والاستيلاء على ممتلكات المواطرين وتحدث أنه خاطب الحكومة المركزية ومضت العديد من الأيام ولم يأتي ولو عسكري واحد لدعم الوضع الأمني في مدينة الجنينة سينار الآن بعض الجهات تتحدث ومن أبرزها حركة عبدالواحد نور بضرورة تدخل الدولي والأممي من أجل أن تهدأ الأوضاع الأمنية في مدينة الجنينة من الخرطوم ورسلة الغد عفراء فتح الرحمن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر